بنلاقي كده على السوشال ميديا خلينا نتكلم على أبسط أنواحها وأبسط أشكالها الحاجات اللي احنا بنستخدمها كل يوم بنلاقي على السوشال ميديا حد واخد بوست من عند حد تاني وحطه ويكتفي بكلمة منقول هنا بقى صاحب البوست الأصلي بيبقى من دايق قوي صحيح يقول أفكاري ومجهودي ومش عارفة إيه والشخص الآخر بيكتفي بكلمة منقول هل ده بسبب زيادة الوعي الناس بقت بتقلق أن يتقال عليها سرقة مجهود غيرها أو مختلسة مجهود غيرها بقت تكتفي بداية لحماية نفسها ولا أصلا بقى فيه نوع من أنواع الوعي وبقى فيه ترسيخ لفكرة أنه حتى وإن لم أذكر المصدر خليني أقول أنها مش فكرتي ومش كلامي مفهوم هي فكرة حالك مظبوطة والحياة المفروض يبقى فيه أكتر من كده بقى كله زي ما عليك تفضلت يقولت بيقول أن ده منقول من صفحة كذا أو من وهكذا لكن المفروض أن ده في حاجة اسمها حقوق أدبية لأن حقوق المؤلف لو المكتوب ده بيتمتع بالابتكار أو الأصالة بيقول دكتور محمد ما بشوفه اللي هو كده بقول ده اللي كده دكتور محمد فده بنعتبر بنقول عليها البصمة الشخصية للمؤلف أو الأصالة فلو هي بتتمتع بالأصالة ففي الحالة دي بتتمتع بحقوق المؤلف بالتالي بيكون لها حقوق مالية وحقوق أدبية حقوق الأدبية أهم حاجة فيها أنها تنسب لصاحبها لأنني أقول أن دكتور محمد هو اللي كتب هذا البوست أو هذه المقال أو هذا الأمر وبالتالي لو هو ما نكون من كذا من المفترض أنه ينسب الأمر إلى صاحبه فنقول أنه ده يخص فلان الفلان علشان أقدر أنني أحفظت الحقول الأدبية والحقول الأدبية غير قابلة للتنازل لأنني لا أقدرش أقول فلان هو صاحبه لا أمتلك هذا الحق حتى أنا شخصيا وبالتالي وما لهاش أي مدة يعني مدة حماية حقوق المؤلف بشكل عام هي طول حياة المؤلف وخمسين سنة بعد الوفاة وإحنا الآن في إطار تعديل هذه المدة لتصبح سبعين اقتضاءاً به المشرع الفرنسي والمشرعين الدول الأخرى المقارنة والحيان ده فيما الصحيط يعني برضو نوضح للسادة المشاهدين فلسفة المشرع المصري في تناول أحكام الملكية الفكرية إحنا عندنا قسمين رئيسيين للملكية الفكرية القسم الأول هو الملكية الصناعية اللي بيخش فيه براءات الاختراع والعلامات التجارية ورسوم ونمزج الصناعية التصميمات الصناعية والأصناف النباتية وما هو إلى ذلك والقسم الآخر هو الملكية الأدبية والفنية اللي بيخش تحته حق المؤلف والحقوق المجاورة المشرع المصري يعلم أن إحنا لسه لم نستطع تدارك أن إحنا نكون من الدول الكبيرة في مجال الصناع والتكنولوجيا فوضع قواعد كويسة تحمي حقوق المبدعين والمبتكرين في المجال الصناعي ووضع استثناءات بسقف كبير علشان تمنح المجتمع حقوق على هذه المبتكرات على الجانب الآخر المشرع يعلم جيدا أن إحنا من الدول مصدرة للصناعات الثقافية وللمنتج الثقافي وفي الفنون والعلوم والأداب وبالتالي وضع سقف حماية كبير جدا 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 للمؤلفين ووضع استثناءات على سبيل الحصر عشان المجتمع يقدر يستفيد من هذه الأمور دون أن يخل بي حقوق المؤلفين